اهلا بكم من جديد الى الاخبار العربية والعالمية نبدوها بشان العراقي حيث قال الجيش العراقي ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي يوم الاربعاء دون ان يسفر ذلك عن وقوع اضرار او اصابات ولم تعلن اي جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم وقال مسئولون امنيون انه لم يتضح بعد ما اذا كان هدف الهجوم هو قاعدة عسكرية تستضيف قوات امريكية وتقع بجانب المطار وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة متحالفة مع ايران بالمسئولية عن سلسلة هجمات صاروخية استهدفت القواعد التي تستضيف القوات الامريكية اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان اطلاق الرئيس الاسبق جورج بوش الابن حملة غزو العراق عام 2003 كان اسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ الولايات المتحدة ووجه ترامب في حديث لصحيفة نيويورك بوست الامريكية من البيت الابيض انتقادات حادة الى السياسة الخارجية لبوش الابن لبدئه الحرب في العراق بعد هجمات ال11 من سبتمبر من العام 2001 وقال ترامب ان حديثه لا يعني ان امريكا لن تحارب اذا كانت هناك ضرورة لذلك اعلنت اسرائيل يوم الاربعاء عن خطة لبناء الاف الوحدات الاستطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة ويريد رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو الذي يحاول ابرام اتفاق لتشكيل حكومة اتلافية بدأ مناقشات في الحكومة في الاول من يوليو بشأن اعلان سيادة اسرائيل على المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الاردن الاستراتيجية في الضفة الغربية وقال مكتب وزير الدفاع نفتالي بيينت في بيان انه تمت الموافقة على اعمال البناء الجديدة بمستوطنة افرات على ارض يمكن ان تستوعب نحو سبعة الاف وحدة سكانية اعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ ازال اوضاع الصحية في اليمن يتي ذلك بعد ان نقل تلفزيون المسيرة عن وزير الصحة العامة بحكومة الحثيين في اليمن ان الحكومة سجلت اول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة صنعة وتقول منظمة الصحة العالمية ان الاوضاع الصحية الهشة في اليمن تجعل من انتشار كورونا في هذا البلد امرا مغلقا وقال الوزير طاها الوكيل انه تم اكتشاف اول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة وهي لمواطن صومالي قالت وزارة الخارجية الصينية انه يجب عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح وذلك بعد ان هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاسبوع الماضي برسوم جمركية جديدة كاجراء عقابي ردا على طريقة تعامل بكين مع ازمة فيروس كورونا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوات شون يانج للصحفيين في افادة صحفية يومية ان الرسوم الجمركية بشكل عام تضر بجميع الاطراف المعنية واشددت على ان الولايات المتحدة يجب ان تتوقف عن القاء مسؤولياتها بشأن فيروس كورونا على الغير ترجمة نانسي قنقر